وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول هل الرسل السابقين تكلموا مع رسالتهم قل لي آه أو لا المقصود بس من السؤال مرة تانية تكلموا يعني خارج الرسالة هل تكلموا مع رسالتهم من عندهم لا أكيد لا طبعا طيب يبقى محمد زيهم ولا لا بالبلدي يعني بلدي مشارسر زي ما بنقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ليس بدعا بين الرسل أن يكون له كتب حديث وأنه أمر ونهى وشرع وعمل ده مستحيل أنا جبت ليه الأيتين دول لأن ما يقال في رسول الله عليه السلام هو براء منه براء منه ويوم القيامة حيقف كل إنسان دافع عن إن للرسول سنة أو للرسول حديث أو للرسول تشريع أو للرسول قول أو للرسول أمر أو للرسول نهي حللة أو حرمة كل الناس دي حتتحاسب يوم القيامة لأن الآية أنا لا أرى إن الآية 144 محتاجة شرح لما 1138 هذا بيان للناس البيان من مين والهدى والموعظة من مين من الله تبارك وتعالى حتى سنن من كانوا قبلنا هي إجراء سنة الله فيهم والآيات اللي جاية حتبين لك الكلام ده كويس بس أرضو أن نحن نركز مع الآيتين دول ويالد تفتحه 144 آل عمران و75 الماء ده الآيتين بيتكلموا في أكتر الرسل اتكلم الناس عنهم بكلام غير منطقي وغير واقعي وليس للقرآن شأنهم به إطلاقا محمد عليه السلام وعيسى عليه السلام محمد نسبوا إليه الحديث والسيرة وكذا 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 العيسى عليه السلام نفس الحكاية يعني لو أنت بصيت في 75 الماء ده ارجع بقى ل 72 كده لقد كفر الذين قالوا إن الله هو في أكتر من كده بجاحة بقى يعني شوف البجاحة دي كده لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مر طبعا أنا طبعا بلفت الأنظار دايما مع الآية دي أنه لا يصح أن نواجه المسيحيين أو النصارى أو اليهود بأنهم كفار قولا واحدا ودي ليست من إيه يعني مش مسألة شياكة لا لا ده أمر قرآني يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أنت تعرف أنه هم كذا أنت تعرف أنه هم كفار لكن ما تواجهش حد وانت بتدعوه لله تبارك وتعالى على إنه كافر انت بتعوه تناقشه في رسلتك ورسلته وده كلام لا يقبل القسمة على اثنين يعني إحنا طبعنا كده لأننا حملنا الدعوة عن الله تبارك وتعالى ومن كتاب الله تبارك وتعالى ليس من الفطنة ولا من الزكاء ولا من الحكمة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها أن نواجه إنسان ندعوه للإسلام أنه بداية قد كفر وقد 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 لا يجوز هذا طيب دكتور دكتور بس يعني سؤال هيك بسرعة خلال دقيقتين خلينا نعرف كلمة كفر لأنه البعض يعتقد أنه الكفر هو عدم الإيمان بالله نقطة بص الكفر الكفر يعني يعني بس أنا هتكلم كلام يعني ياريت للناس يعني ياريت الإخوة يفهموني يعني هقول لك قول يسألني الله عنه يوم القيام من كفر بالإسلام الذي يعرض الآن فقد أحسن وأصاب قولا واحدا أكرر ورزقي على الله من كفر بالإسلام الذي يعرض الآن على العالمين على الناس في شتى بقاع الأرض فقد أصاب وأحسن لأن الإسلام هو كتاب الله اللي يكفر بكتاب الله فقد كفر نصا واضحا لا لبس فيه مهمتك يا موفق بقى إحنا مهمتنا إيه إن إحنا نقول بص ده كفر ولا نحاول نهديه تدعوه ما معنى قول الحق أو ما المراد من قول الحق كنتم خير أمة يا أخي عيشوا الآية دي أرجوكو كنتم خير أمة أخرجت للناس من الذي أخرجنا للناس من الذي كلفنا بهذا التكليف هو الله تبارك وتعالى أرجو أرجو أن ننتبه وملحوظتك صحيحة وأرجو أن ننتبه لها إن أنت يا فرحتي لما تقعد تقول لي بص ده كفره طب وبعدين دورك أنت فين ده أنت عندك دور أنك تجاهد هذا الكافر عندك دور أنك تكافح معه جهازا حتى تهديه إلى الله رب العالمين بتعمل اللي عليك ودون إكراه بتعمل اللي عليك في حدود الدعوة إلى الله دون إكراه أو دون أن تحمل عليه أي حمل إطلاقا ومن ثم أنا بقولك يعني لقد كفر الذين من كتاب الله اللي هو كفروا بكتاب الله إنما تقول لي كفر بالحديث كفر بالسيرة قال يا جماعة الكلام ده مش منطقي قال يا جماعة إزاي كذا أنا بقولك الراجل اللي بيتكلمه عليه بتاع الهند ده الراجل بيسأل سؤال منطقي أنا شايف إن السؤال منطقي بيقول كيف تزوج رسول الإسلام طفلة لم تتجاوز العاشرة أنا شايف السؤال منطقي أنا بقولها لك هو السؤال منطقي بدل إحنا منقول يا جماعة خدوا بالكو ده كلام فارغ في السيرة وملوش أصل في الإسلام وإلا كان ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن قولا واحدا بص يا موفا الإسلام ما فيهوش مجملات إحنا هنتقابل جميعا أمام الله يوم القيامة أنا شخصيا غير مقتنع تماما بإن حكاية خطبها في 6 سنين ودخل بها في 10 سنين والكلام الفارغ ده أو 9 سنين فاللي قال كده يا جماعة بدل ما نهجمه ونشتمه ونسبه ونخذفه نوضح له يتقولوله خلاص إحنا مؤمنين بكده زي ما بيعمل بعض المسلمين ينقوله والله إحنا نفسنا مش مقتنعين بكده الراجل بيسألنا كيف كيف لرسول كيف لنبي أن يتزوج من طفلة لم تتجاوز العاشرة أنا شفت السؤال كده فهنا موفق مهمة جدا الأخذ في الاعتبار التكفير وده كافر وده مش كافر وده لازم وإنت بتعمل كده تكون محق وتكون على يقين من كتاب الله تبارك وتعالى أن فلان اللي أنا عايز أدعوه للإسلام قد كفر بكتاب الله مش بمخرجات كتاب الله في السنة اللي هي بتدعى للرسول وهذا حرام قطعا السنة هتبلك النهاردة إن شاء الله أنها لله رب العالمين ولا يمكن أن تكون لإنسان يا راجل ده يعني أنتو كان لازم الناس تصحى شوية لكلمة في القرآن بل ملة إبراهيم ما قالش سنة خدتوا بالكوا من دي ولا ما خدناش برضو يعني حينما يأمرك الله باتباع خد بالك بقى الملة مش زي ما هم عملوها برضو ملل ونحل وبتاع الملة هي الطريقة التي يعني صار بها وعليها إبراهيم عليه السلام في الوصول إلى الإله الحق ولذلك القرآن بيقول لك بل ملة إبراهيم حنيفا يعني إن كنت عايز طريقة يبقى عليك طريقة إبراهيم اللي إحنا هنستعرضها إن شاء الله وإحنا بناخد كلمة ملة انت فاكر أنت في مطلع الحلقات اتكلمت على السنة والحديث والحكمة والملة والأمية وأنا ماشي على هذا النهج إن شاء الله بعد ما نخلص السنة هناخد الحكمة اللي هم قالوا عليها في بعض المفسرين إن هي السنة وما عرفش جابوها إزاي دي يعني وكلمة الملة وكلمة الأمية إحنا فعلا يعني أنا لما بلاجع كلامك في أول حلقة الكلمات دي فعلا يجب أن تحرر فعلا يجب أن تحرر إيه لم نحرر هذه الكلمات هندننا في التسلسل المستحيل عقلا هندننا نلف وراء بعض ونظور الحكمة يعني السنة السنة يعني الحكمة وكل ده كلام ما لوش أصلي في الإسلام خالص ما لوش أصلي في الإسلام خالص فترجع تاني وما محمد إلا رسول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل عند محمد قال إيه أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين والله الذي لا إله غيره عشان أقول لك الشاكرين هنا المراد منها عايز لي ثلاث ساعات في كتاب الله عشان أوريك بس إن إحنا بنقرأ الكلام وما بنقفش على كلمات مهمة جدا جدا إشمعنا هنا سيجزي سيجزي الله الشاكرين الشاكرين هنا هو من شكر الله تبارك وتعالى على أي حدث يحدث حتى إن كان ذلك هو موت أو وفاة أو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد يقول لي أنت بتقول قتل مش أنا اللي بقول ده القرآن بيقول لك إن كل الاحتمالات وردة مع هذا الرجل هذا رسول الله حقا رسول الله صدقا لكن الله في سنته أن أي رسول سيموت سينتهي سينتهي به الأمر هو بيقول لك هنا أفإن مات أو قتل يعني حتى إذا قتل وقتل هنا خد بالك قتل هنا مش بالمعنى اللي احنا فاهمينه خالص على فكرة وطبعا أنا يعني أتمنى وأسأل الله تبارك وتعالى أن أن نستطيع أن نأخذ بس كلمة القتل والقتل في كتاب الله اوعى تفتكر هنا القتل اللي في دماغنا اللي هو إزهاق الروح أو النفس ده مستحيل هنا مستحيل لأن الموت يساوي القتل نهاية فالقرآن ما بيكررش نفسه فهو بيقول لك أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم عارف قتل هنا يعني إيه يعني منع من الدعوة خوصرة ثبتوه منعوه ديقوه هتعملوا إيه أنت بقى كمسلمين ها هتعملوا إيه هتنقلب على عقبك يعني هترجع زي ما كنت كأنك تعبد محمد إنما إذا كنت تعبد الله تبارك وتعالى إذا كنت تعبد الله تبارك وتعالى لا يمكن أبدا تتأثر بموت رسول لأنه ربنا سبحانه وتعالى انتهى به الأمر أو انتهت به سنته سبحانه إنه هو أي مخلوق ينتهي به الأمر بموته ينتهي به الأمر بقتله لأن بعض أنبياء بني إسرائيل قتلوا وقتلوا هنا مش إزهق روح قتلوا هنا لا شرح تاني خالص هناخدوا ساعتها منعهم من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بأكثر من طريقة وأكثر من حيلة اشتركوا في القناة